مدافع انكلتيرا يتواعد الويزين بسبب سخريتهم في 2016 يعتقد لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدر أن الطريقة التي احتفل بها لاعب ويز للخروج انكلتيرا من منافسات بطولة أمم أوروبا يورو 2016 ستمنح منتخب بلادي حافزا إضافيا في المباراة التي ستجمعما بكأس العالم ولكنه شدد على أن فريق محترم للغاية ولن يقوم بنفس العام ويلتقي المنتخبا على أستاذ بن علي يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية وبينما يعد المنتخب الإنجليزي هو المرشح لابرزيلي تصدر المجموعة رغم التعادل السلبي أمام المنتخب الأمريكي يوم الجمعة الماضي والذي جعل بعض الجماعير تطلق صافرات استيجان مع نهاية اللقاء فإن ويلز على حافة توديع البطولة وتعادل منتخب ويلز بقيادة روبيرت بيغ مع المنتخب الأمريكي أيضا ولكنه استحق الخسارة أمام إيران في الجولة الثانية ويعلم منتخب ويلز أنه بحاجة لمعجزة صغيرة ليتأهل لدور الستة عشر ولكن ما زالت الفرصة متاحة للتأهل وإقصاء إنكلترا من خلال تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة والتقى الفريقان في دور المجموعات في فرنسا قبل ستة عام حيث سجل وقتها دانييل ستوريج هدف الفوز في الوقت بدل الضائع في اللقاء للمنتخب الإنجليزي الذي ودع البطولة أمام منتخب أيسلاندا فيما وصل منتخب ويلز وقتها للدور قبل النهاية وانتشرت صور لللاعبي ويلز وهم يحتفلون بسعادة غامرة لخرج إنكلترا ويشعر الشاو أن هذا سيضيف متعة لمباراة الثلاثة وبسعالي عام إذا كانت صرف لايبي ويلز زي منحوا المنتخب الإنجليزي حافزا ضعفيا قال الشاو أعتقد أنه يمكنني قول هذا ترجمة نانسي قنقر